اشتركوا في القناة هتلحق بسابقاتها هذا اللي هنشوفه النهاردة في حلقتنا تعالوا مع بعض نشوف عنوانها النظافة بين اليهود ومحمد مشاهدين بنرحب به وحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب خلينا نشوف على طول أنا عارف أن المادة عندك كثيرة نشوف حتتناول الموضوع كيف يمكن زي ما ذكرت أنت في المقدمة المسلم هو هم مفاهمينه كده أنه بص انت أحسن وأنظف إنسان في العالم انت شوف بتتوضى كام مرة في اليوم فاعتقدوا أن الوضوء للصلاة هو نظافة للجسد طبعاً هم أتكلم عن تطهير الروح والضمير والفكر ده أمر تاني أصلاً الإسلام ما بيعرفه لكننا نتكلم عن الجسد دلوقتي نعم فحينما رجعت لي المراجع الإسلامية لأرى الوضوء أرى الاستنجاء أرى أمور كثيرة بيعتقد المسلم أنه كأنه مصدر هذه الأشياء وجدت أمور فيها مفاجآت كثيرة للأحباء المسلمين النهاردة طيب خلينا نبدأ يعني هو آسف يعني هو بيعتقد أنه أنظف كل البشر نعم مع أن الواقع وواقع الدول الإسلامية وواقع أمور كثيرة لا يقول هكذا بهذا الأمر يعني وحينما أردت أن أقوم بمقارنة أحببت أن أقوم بهذه المقارنة لأنه اليهود ومحمد كان بينهم سجالات كثيرة جداً من ضمنها موضوع النظافة إلى آخره خلينا نشوف هل هو أحباء المسلمين يعني أو المسلم لما بيتكلم عن أنه أنتوا ناس مش نضاف يعني تعبيرات حتى غير لائقة لأنك ما ممكن تعمم أنا ما ممكن أعمم أنه كل المسلمين كده لأنه في كل مجتمع من كل الناس من كل الأطياف ناس راقية وناس مهتمة بنظافة الشخصية على كل إن كان هو ده موضوع يعني العنوان بتاعنا النهاردة وعايز أدخل مباشرة للموضوع وأبدأ بهذا العنوان مفاجآت حديث النظافة من الإيمان مفاجأة هي فعلا مفاجأة لكثير من الأحباء المسلمين حديث النظافة من الإيمان اللي إحنا بنسمعه منه إحنا أطفال صغير خلينا نشوف الكلام ده مثلا الراوي المحدث بن باز في الفوائدة العلمية من الدروس البازية خلاصة حكم المحدث خلاصة حكم رفعه إلى النبي ليس بصحيح يعني رسول الإسلام لم يقول هذا الكلام إطلاقا أذهب إلى نقطة في ذات الأمر في تخريج أحاديث الإحياء العراقي للحافظ زين الدين العراقي في كتاب الطهارة حديث بني الدين على النظافة لم أجده هكذا ما فيه شيء اسمه بني الدين على النظافة تسمعي من الشيوخ يقولونه للأحباء المسلمين يحشوا أدمغتهم لكن هو خطئ يعني إحنا لو استخدمنا حديث هنا مش مزبوط بتقوم الدنيا وتبار لكن هم عادي يستخدموه في المساجد ويقول وفي الضعفة لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف والتبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود النظافة من الإيمان هذا أول موضوع هو أن النظافة من الإيمان مضروبة فما فيش مسلم يطلع واحد كده يقول لنا النظافة من الإيمان دون أن يكون له يعني عكس هذه المراجع الإسلامية التي ربما تكون موجودة وأنا يعني لم أصل لها أنتقل إلى عنوان آخر سريع وهو تشويه محمد لنظافة اليهود شوفي اليهود شكلوا غصة في حلق محمد طول الفترة لدرجة أنه انتقم منهم في الآخر وشردهم وشرد المسيحيين واليهود من جزيرة العرب لا يحتمل وهو قالها بلسانه لا يوجد في جزيرة العرب دينان فشرد الكل فهنا ضمن هذه السجالات تممكن أن يتعلم ناسك لكن دائما دائما في الإسلام خلينا أكون حريص غالبا بدل كلمة دائما تعليم المسلم بتشويه الآخر مثلا ما هو القرآن عمل كده؟ القرآن عمل كده يعني هو عمل يعني مش هيجيبه من مكان تاني كلامك مزبوط فهنا مثلا ماذا قال الرسول الإسلام؟ وده المقارنة هنا أنت بتتكلم عن أفنيات اليهود وكلامه خاطئ لكن خلينا في هذه الكراهية التي بني عليها الإسلام نعم الراوي سعيد بن أبي وقاص وأبو جعفر المحدث الألباني في صحيح الجامع خلاصة حكم المحدث حسن طيبوا ساحاتكم فإن أنتنا الساحات ساحات اليهود طيب أنت ممكن تقول للمسلمين بافتراض أن كلامه صحيح وهو غير صحيح ألم يكن من الممكن أن يقول نظفوا ساحاتكم دون تحقير والتشويه الآخرين؟ نعم ما عنده الحد صحيح رسول الإسلام كم الكراهية والحقد التي بنى عليها الإسلام وبنى عليها المسلم إلا المسلم المتحضر هذا أمر المسلم اللي مش عارف الإسلام مش عارف الإسلام نعم في أمام البيوت أيضا لم يكتفي بهذا الأمر فروا أيضا سعد بن أبي وقاص حديث حدث به الألباني في السلسلة الصحيحة والإسناد حسن طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها يعني أنت لو رجعت للواقع الذي نعيشه الآن يعني أنت عارفة أنا يعني لفت في دول كثيرة جدا نعم مثلا على سبيل المثال إنجلترا يعني تشوف الأماكن اللي عايشين فيها المسلمين كأنك أنت في الدول العالم الثالثة من حيث النظافة ومن حيث أمام البيوت وأفنية الشوارع التي هم فيها نعم المتحضر الأوروبي ورغم ذلك أنا لا أدري كيف لا يفهم المسلم هذه الأشياء الواضحة جدا أنتقل إلى حديث آخر أيضا رواه نفس الراوي حدث به الصيوط في الجامعة الصغير صحيح إن الله تعالى طيب يحب الطيبة نظيف يحب النظافة تخيلي لما عقلية شخص يقول أنه نبي يقول أن الله نظيف نعم ما هذه العقلية التي لم يناقشها المسلم اللي لسه هو مسلم صحيح كيف يجدف محمد على الله ويقول الله نظيف هو الله عنده طبيعة يمكن أن تتسخ أو أن تتأثر بهذه الأشياء حجمتم الله وتعاملتم معه كأنه مخلوق كأنه يتنجس حتى حينما نتكلم عن التجسد أول شيء يخطر على بالكم كيف رب يسوع كيف يدخل التولد ويقضي حاجته صح وكأن الإله يتنجس لا يفهم أن طبيعة الله غير خاضعة لهذه الأمور هذا هو رسول الإسلام هذا هو التعليم كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم إلى هذا الحد ممتاز لا ولا تشبهوا باليهود فلازم لا تشبهوا باليهود وأنت أخذت أكثر أمور النظافة والتطهير من فين رسول الإسلام تحديدا من أين أخذت كل هذه من اليهود الغريب حينما نقرأ في أمور كثيرة جدا على سبيل المثال وهي مفاجأة للأحباء المسلمين كنت أسمع مرة الشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة ويقول أنه سافر إلى الغرب ولما استخدم التولد ما لقى الشطاف يعني دو مؤخذ للأحباء المشاهدين فقال طبعا لأن دي مش موجود في ثقافتهم إحنا المسلمين إحنا يعني إنت مش المصدر ده إنت لو عرفت المصدر وإنت تعرفه يا شيخ لكن الشيوخ لا يفصحون بالحقيقة بيخلوها في الكتب لكن بيعلموا المسلم بغير ذلك وإحنا هنا عشان نكشف هذه الأمور من أين أتى الاستنجاء هو عشان يمكن بعض الأحباء عندي مصطلح آخر وهذا مصطلح إسلامي هو لما الإنسان بيقضي حاجته بيهتم بنظافة المكان إذا كان ما أو غير ذلك وهنا أنا الحتة دي جزئيا حتكلم عن الآسف في التعبير الغائط اللي هو يقضي حاجته يعمل زي الناس زي أنا بنقول يدخل التولد بيت الراحة بيت الأدب كويس؟ نعم المسلم يعتقد أن الاستنجاء أي التنظيف بالماء هو مصدر هذه الأمور تعال لمراجعك الإسلامية لتعرف أن الأمر ليس كذلك وأن ثقافة محمد في مكة كانت أنه بنظف نفسه بسلاسة حجرات وده حديث كثير وإنتوا عارفين سلاسة أحجر طيب من أين أتى الماء؟ خلينا نشوف المراجع الإسلامية ماذا تقول؟ أذهب إلى هذا العنوان مفاجأة مصدر الاستنجاء بالماء سورة التوبة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الحتة دي هي العلاد تفسير فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين المسجد ده فيه ناس بيحب يتطهروا طيب أنا ذهبت علشان أشوف أي مسجد وأي ناس إلى التوبة وتفسير القرطبي التوبة 108 نفس الموضوع هذا نفس النص القرآني حديث أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنذلت فيهم هذه الآية قباء دي بتقع جنوب المدينة يعني مكة الهجرة إلى المدينة قباء دي ضمن الحدود الجغرافية للمدينة هي أقرب فيها مسجد الناس اللي فيه لما بيستنجوا بعد ما يقضي حاجته بيستخدم الماء فإله محمد قال له أنا أحب المتطهرين المسجد ده فيه ناس حلوين جدا طيب أنت مش عارف يعني التطير بالماء ما أنت لو عارفوا ليه ما أمرت كل ناسك لم ينتهي الأمر إلى هذا الحد ذهبت لي أرى أكثر من ذلك يعني من أين أتى هذا الأمر أساسا وجد حديث حدث به ابن تيمية في حقوق آل البيت خلاصة حكم المحدث متواتر أنه قال لأهل قباء لنفس الناس دول ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به فقالوا لأننا نستنجي بالماء يعني هذا الإله مدح أهل قباء فمستغرب رسول الإسلام نفسه وليه الناس دول أصلا ما زيك أنت بتستخدم الأحجار هما بيستخدموا الماء أصلا لا يمكن أن يقاس الحجر بالماء ولا حتى أي شيء آخر الماء هو اللي بيطاهر نا الموضوع لم ينتهي ذهبت إلى الطبري قال النبي لأهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا خليك من قالوا وفيه نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا هنا إيه بقى في النص كلام عجب قالوا إيه أهل قباء إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء الله يعني هما دول مسلمين ولا دول يهود هو المسلم مكتوب عليه في التوراة نا من أين أتى هذا التعبير هذا اللغز فعلا لغز مكتوب علينا في التوراة الاستنجاء بالماء آه يعني أصل الموضوع التوراة نا يعني أصل الموضوع اليهود نا أنت ما كنت بتعرف الماء نا كنت تستنجاء بثلاث حجرات نا وهو أمر لا يمكن أن يؤدي إلى نظافة نا الله دول ليه بتطهروا بتعملوا أي أنتو نحن بنستنجاء بالماء الأمر لم ينتهي لأنه ده اللغز لازم يتحل ذهبت إلى ابن كثير فوجدت نفس الفكرة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فقالوا يا رسول الله إن نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء الأمر يزداد غرابة المتكلمون مسلمون ما علاقة إنه مكتوب عليك في التوراة يبقى فيه سبب بس قبل أن أذهب إلى السبب أنا عايز أبرز اندهاش الرسول ما يعرفش الاستنجاء بالماء هذا ما تقوله مراجعكم في الطبري للتوبة 108 قال رسول الله لأهل القباء إني أسمع الله قد أسنع عليكم السناء في الطهور فما هذا الطهور يعني أنت مش عارف فما هذا الطهور يعني أنت مش عارف مش عارف ما عندكش فكرة إيه هو الطهور فأهل القباء يعلموك اللي مكتوب عليهم في التوراة ولسه اللغز لم يحل سيحل بعد قليل نكمل مع الطبري قالوا يا رسول الله ما نعلم شيء إلا أن جيرانا لنا من اليهود أيوة رأيناهم يغسلون أدبارهم من الغائط هنا بقى الموضوع يتفهم يعني اليهود دول المكتوب عليهم في التوراة علموا المسلمين ما هو الاستنجاء وكيف يستنجي المسلم بالماء وليس بالأحجار لسه الموضوع لم ينتهي إحنا قبل ما تكمل إحنا بنتكلم عن التوبة التوبة هي آخر الصور آخر الصور 112 التوبة يعني كل ده محمد ما بيعرف التطهر بالماء 113 و 112 حتى أكون دقيق 112 113 المفروض نعم لأنه 112 صورة الماء يعني خلاص خلاص محمد خلاص فعلا وقريب أنه يعني يموت ومع ذلك إلى هذه اللحظة هو بيندهش في سورة التوبة 108 كمان سورة التوبة يعني مش أول النصوص نعم وبيندهش وإنتم ليه يعني مشار لكم بالمديح في الطهور جيرانا لنا من اليهود رأيناهم يغسلون أدبارهم من الغائط فيقول إيه اسمع المفاجأة بقى عزيز المسلم فغسلنا كما غسلوا هنا يتحل موضوع أنزل علينا في التوبة لما تربط الاثنين مع بعض وكأن المسلمين المسلمون الذين كانوا في قباء وكان ليهم جيران يهود نعم وشافوهم وقالوا لهم هذا موجود عندنا في التورة طيب خلاص يبقى إحنا نعمل زي ما أنتوا بتعملوا يعني أبسط الأشياء عزيز المسلم التي أنت مخدوع فيها أنه ده دينك وده عقيدتك أنت سارقة أو متعلمة خلينا نحسن الموضوع شوية متعلمة من اليهود كما يعني عشرات الأمور في التطهير أنت أصلا متعلمة من اليهود في جزيرة العرب ما كان عندك شيء يا رجل من الأحجار إلى الماء يمكن أن تقيس ذلك لدرجة أني قرأت حديث صحيح مرة رسول الإسلام بيقضي حاجته وكان معه صحابي قالوا شوف لي أحجر لقى حجرين وبعرة نعم لما جابوا قال الله البعر ده أكل إخواننا صحيح الجن صحيح صحيح يعني تخيل النبي من عند الله يقول إخوانه الجن نعم نعم فبالتالي هنا أنت بتشوفي أنه إحنا أمام مصادر إسلامية تقول لنا كيف تعلم المسلم الاستنجاء بالماء فهنا لم ينتهي الأمر رأيناهم يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا طيب الأمر هنا الغريب إيه؟ أنه أهل القباء دول أنصار مش مهاجرين نعم ومش جاي من مك فكانوا بقباء في جنوب المدينة يعني كانوا في يهود في المدينة نعم صحيح وصورة التوبة زي ما ذكرنا متأخرة نعم وهذا يعني أن المسلمين كانوا يستخدمون شيء غير الماء في الاستنجاء هل الاستنجاء بالماء كان غير معروف للمهاجرين؟ ده سؤال مهم إزاي محمد بيستغرب ويقولهم إيه هو الطهور بتاعكم ويقولوله الطهور بتاعنا هو بالماء طيب أنت ما عارف يعني ثم بعد ذلك نقرأ النهاية فما هي النهاية؟ طيب القرطبي يقول لنا خلينا شوف في البداية أن النبي الاستغراب برضو أتاهم لابن كسير فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم السناء في الطهور فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا وبيقسموا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا رواه ابن خزيمة في صحيحه خلاص يبقى إذن إحنا هنا الموضوع واضح نأتي إلى النهاية بقى الحق نجدها في القرطبي سورة التوبة 108 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله له لقباء إن الله سبحانه قد أحسن عليكم السناء في التطهر فما تصنعون بتعملوا إيه؟ قالوا إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله فهل مع ذلك من غيره؟ يعني بس أنتوا بتعملوا كذا ولا في حاجة تاني يعني حتى دي المفروض هو بيعلمه هو بيتعلمه من اللي تعلموا من اليهود يعني الرسول يتعلم من تلاميذ اليهود من المسلمين تلاميذ اليهود أهل القباء يتعلم منهم محمد كفاكم عن جهية وتعالي على البشر اسمع ما يقول هذا النص فقال رسول الله فهل مع ذلك من غيره؟ فقالوا لا غير ما بنعمل شيء آخر إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال هو ذلك فعليكمه خلاص خلاص يا مسلمين هو ده اللي احنا مفروض من بعد كده نعمله إيه رأيك في هذه المغالطة الكبيرة جدا اللي عايش المسلم اليوم نعم وبين ما تقوله مراجع الأصلية الحديث الصحيحة اللي احنا ذكرناها النهاردة ده مشكلة المسلم أنا شايفة إحنا في كل السنين دي كلها هي مشكلة المسلم إنه جاهل بكتبه والشيوخ بيصدروله حاجات وطبعا زي ما أنت بتقول بيرضعوا وهم أطفال رضع بكره اليهود وما زالوا لحد ما الواحد بيكبر هو الشيطان الأعظم بالنسبة له هو اليهودي فمش غريب يعني ده نهج ده نهج ومحمد نجح صراحة يعني محمد نجح نجح صاحق في الموضوع ده في أن يبني كراهية داخل المسلم تجاه كل ما هو غير مسلم علشان كده في ضوء هذا الأمر يعني من يتشدق من الأحباء المسلمين بالنظافة هو لا يعرف صحيح آلف باء حتى في عقيدته صحيح أن ما تتشدق به من نظافة في الإسلام وهنا أوجه كلامي للشيخ عبدالله بدر اللي كان بيتكلم عن أن المسيحين مش نظاف الشيخ عبدالله بدر في التلفزيون نعم طيب أنت شيخ وأنت عارف البلاوة دي وعارف أنه رسول الإسلام اللي هو رسولك تعلم من تلاميذ اليهود نعم لماذا بتقوله الحقيقة؟ لماذا تخبئون الحقيقة وتصدرون أنفسكم وكأنكم مصدر؟ ما هنم بنتكلم عن أمور بصراحة في الدين أنها لا بتجدي نفع يعني يعني النظافة نظافة الجسد يعني مش هي اللي حتدخلك السماء اللي يدخلك السماء أنك تعرف الحق والحق يحررك وأنك تكون من خلال الحق الإلهي نظيف القلب والفكر والضمير ده هو الأسس إنما نظافة الجسد مش محتاجة ده ممكن أي شخص في ناس ما عندهم شوحي وأنظف دول العالم صحيح صحيح روح اليابان وشوف قطعة من القطن إذن دي كان الجزئية الأولى عايز أنتقل إلى جزئية أخرى بسرعة أنتقل إلى هذا العنوان مفاجأة غسل اليد بالماء كم مرة ومتى لها برضو المسلم مش عارفة جات من فين يعني حديث مهم جدا سنأتي إليه بعد قليل لكن أنا عاوز أشير إلى النظافة في التلمود شكلها إيه مع أننا لا نؤمن بالتلمود نعم لكن هؤلاء الناس استقوا بعض التعاليم الصحيحة من التوراة لأنهم فسروا أشياء كثيرة في التلمود نعم نحن لا نؤمن بها نعم لكن بنسبة للنظافة ماذا يقول تلمود اليهود عنها نذهب إلى تلمود الباب الثامن تحت عنوان القواعد الصحية يقول توضع النظافة في المرتبة الأولى من المتطلبات المقبولة الخاصة بالعناية بالصحة الجسدية ليست جهرة قريبة من التقوى اللي هي النظافة إنها جزء لا يتجزأ منها من التقوى نعم وتشكل المكان الرئيسي في التقوى فيها ثم يقول أغسلوا أيديكم قبل الطعام واغسلوا أيديكم بعد الطعام أيضا من يأبى على نفسه غسل يديه قبل الطعام يجب فصله من الجماعة من الجماعة اليهودية نعم لكن ما لفت النظر أكثر ما هو قادم في التلمود فماذا قالوا في الباب الثامن تحت عنوان القواعد الصحية صفحة 317 يجب غسل الأيد فور النهود من النوم هنا في مشكلة إذا ما تجهلنا ذلك فسنسئ لصحتنا ثم يقول اليد غير النظيفة تعمي البصر وتصم الأذن وتسبب الورم اليد التي تلمس أي جزء من الجسم دون أن تغسل صباحا عند النهود من النوم تستحق القطع كل هذا كل هذا تبقى الأيدي خطيرة حتى يتم غسلها ثلاث مرات ركز على اللي تحته خط كده بص معايا كده أنا هجيب لك المقارنة بعد الشيء شوف اللي تحته خط سننتقل معاك لما قاله رسول الإسلام وكيف أنه يتعلم من اليهود أمور التطهير والنظافة وكل شيء في مسند أحمد في باقي مسند المكثرينة وفي صحيح البخاري كتاب الوضوء وصحيح مسلم كتاب الطهارة أن النبي قال ماذا قال إذا استيقظ أحدكم من نومه أيوة فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ده حتى العدد حتى العدد ما سبوش فإنه لا يدري أين باتت يده حعمل لك مقارنة وأحط لك الاثنين كذا آدي محمد وآدي التلموت يجب غسل الأيدي فور النهوض من النوم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء تبقى الأيدي خطيرة حتى يتم غسلها ثلاث مرات حتى يغسلها ثلاثا اليد التي تلمس أي جزء من الجسم في أثناء نومه نعم دون أن تغسل صباحا عند النهوض من النوم وهنا فإنه لا يدري أين باتت يده لأنه كان طول الليل هو نايم ممكن يستخدم يده في جسده بأي طريقة نعم ما هذا النقل إذن اليهود أساتذت محمد في النظافة فلا يأتي محمد أو أتباع محمد ليتكلموا عن النظافة أمام أهل الكتاب أنت قدامك بلاوي في مراجعك الإسلامية قام بها رسول الإسلام عندك أي تعالى؟ يعني بعد ما أخذ كل هذا بيرجع يقول اليهود أنت من الساحات ساحات اليهود تخيلي وتنظف وما تتشبهوش باليهود والأفنية مش نظيفة طيب إيه ده؟ وهو بيتعلم منهم الاستنجاء تعلموا منهم نعم بشهادة قرآنه المسجد بتعقباء فيه وناس بتطهروا إيه الموضوع؟ يعني ده مفروض المسلم ينتبه للموضوع دي مش أنت ذكرت من شوية ما بيقرأ الشيخ عارفين البلاوة دي ما بيجرؤ يعلموا بها المسلمين أتحدى شيخ مسلم أتحدى تحدي نعم يعلم في المسجد أن الاستنجاء كان مصدر اليهود من هذه المراجع صحيح أتحدى يقول هذا الكلام ويفسر سورة التوبة 108 أتحدى شيخ مسلم في المسجد يعلم المسلمين أن أهل قباء تعلموا لأن جيرانهم كانوا يهود يستنجون بالماء من الغائط صعب إحنا الأحسن وإحنا الأفضل وإحنا الأنظف والواقع يقول غير ذلك صحيح أنتقل إلى مفاجأة أخرى لطاق ترك المواد الغزائية مكشوفة أثناء الليل أثناء الليل نعم وفجأة نجد محمد يأمر أتباعه بهذا الأمر تغطيت الطعام وتحديدا في حديث يتكلم عن الليل صحيح البخاري كتاب الأشربة عن جابر ابن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله ألا خمرته يعني ما غطيته لأن هنا خمرته من الخمار يعني الغطاء ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عود حتى لو تحط عليه عود صحيح مسلم كتاب الأشربة أتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا مش متغطي فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمرا بالأسقي أن توكأ ليلا شايف ليلا دي وبالأبواب أن تغلق ليلا ده أمرا كده يبقى إذن حتى حتى الأمور البسيطة أنك تغطي الإناء بتاعك بالليل أخذوها من اليهود وتعلموها من اليهود ويقول جبريل بعد كده بعد كده يقول جبريل طبعا هنا إحنا بنشوف واضح مدى اهتمام اليهود بالنظافة من مصادره وفي نفس الوقت رأينا كيف أخذ محمد هذا التعليم منهم نعم السؤال بقى هل كان محمد عاملا بهذا التعليم ولا بس هو اللي بيحركوا الحقد والكراهية للآخرين في حين إنه هو بيمارس أشياء يعني بصراحة يقشعر لها البدن وهو يمارسها أمور تضرب النظافة في مقتل محمد 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 والصحابة يعني أما الصحابة ماشي طبعا ما هم حيجيبهم فين برضو تعرف الأمر اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي الصحابة والناس اللي معها محمد كانوا مستنكرين الأمر اللي بيعملوا محمد اللي بيعملوا محمد وأبدأوا واحدة واحدة في عدم النظافة في عدم النظافة في استخدام الشيء هو غير نظيف عشان نكون دقيقين في التعبير إحنا هنشوف طبعا بس يعني يعني عاوزين نفهم الموضوع سيفهم أكثر خلينا ننتقل إلى هذا العنوان مفاجأة استنكار الصحابة تصريح محمد بالوضوء من بئر بضاعة خلينا نحط أولا المراجع حديث رواه أبو سعيد الخضري حدث به الإمام أحمد في إغاثة اللهفان وفي تهزيب الكمال في الاثنين البغوي في شرح السنة عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى النووي في المجموع ابن تيمية في مجموع الفتاوى ابن الملقن في البدر المنير وحدث به الألباني في صحيح الترمزي وفي صحيح أبي داود وفي إرواء الغليل وفي تخريج مشكات المصابيح وكل هؤلاء المحدثين خلاصة حكم هؤلاء المحدثين صحيح لكن أيضا لا أكتفي وأذهب إلى حديث رواه آخر وهو سهل بن سعد السعدي حدث به ابن حزم في المحلة بالأثار وخلاصة حكم المحدث صحيح قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضعة المفروض دا ماء نعم سؤال الصحابة ليه خلفية أنه يعني البئر دي واضح أنه فيها شيء وإلا لماذا أسأل نعم نتوضأ من بئر بضعة ليه بتسألوا ليه بيسألوا الصحابة وهي بئر يعني هم حيكملوا الحديث فماذا قالوا لا تشمئ الزو وهي بئر يلقى فيها وفي لفظ آخر يطرح فيها ما يكره من الحيض ولحوم الكلاب والنتن وما ينجي الناس يعني آسف ما يخرج من الناس آسف البراز والمحايد والجنوب كل ده في حديث مختلفة بألفاظ مختلفة في كل المراجع السابقة خلينا نشوف فيها أيدي الحيض آسف يعني اللي هي الخرق اللي كانت تستخدم في ذلك الوقت نعم خرقة الحائط نعم لحوم الكلاب الميت نعم النتن أي شيء نتن ومتسخ وعافل والناس اللي بتتبرز المحايد والجنوب غسيل بماء الجنابة نعم اللي بيكون جنوب يعني آسف نمارس الجنسه وبالتالي هو بيرحد جسده وبينظف نفسه كل ده في البيل اللي هم بيسألوا نتوضع من البيل البير دي ولا لا مزبوط هل نتوضع منها أم لا يعني المفروض ده أصلا ما يتسئلش السؤال ده مزبوط كلامك يعني أنت كل ده وممكن لسه بتسأل لسه بتسأل ده أي إله ده أنت مستنكرة السؤال فما بالك الإجابة كمان يعني أنت مستنكرة سؤال الصحابة مفروض أصلا ما تسألوش طب أنت يعني ما صدمة في الإجابة هذه الصدمة في الإجابة هنا هي فقال الماء طهور لا ينجسه شيء بعد كل البلاوة ده يتوضوا الماء طهور سؤال الصحابة دلالة على أنهم كارهون وقال الحديث ما يكره كارهون بفتراتهم الإنسانية صحيح ورغم ذلك جاء رد محمد رسولهم ضد فتراتهم طيب أنتقل إلى درجة أعلى الآن هو الوضوء للصحابة طيب موقف محمد طيب أنا بس معلش عشان الحتة دي مهم أنه يعني يعني هل الله يستحق أنه أنا لما أجي أتطهر وأجف قدامه حصلي أروح أتوضأ بما ده المنظر بتاعه يعني المفروض المفروض دي حتى على مستوى النظافة البشرية لأنه فيه وضوء وفيه وضوء واحدة بالضم واحدة بالفتح واحدة للصلاة وواحدة للنظافة حتى لو أخذينا على مستوى النظافة الشخصية يعني إحنا النهاردة إحنا النهاردة لو أي مسلم النهاردة لما بيجي طالع يقابل مديره أعتقد أنه بيستخدم صبون ريحته حلوة بيحط ريحة حلوة لو هيقابل حبيبته يعني يعني فيه بشر إحنا بنقابلهم بمنظر ريحة أو بريحة عطر المفروض وإحنا ماشي نقابلهم حتى وله هو حيقابل المسلمين حتى له حيرحض جسده بس واللي رايح لمحمد ده هل محمد حيقبل أنه حد يكون بيتوضى أو بيرحض جسده بالمية دي ويرح له آه هو هو يقبل لأنه عمل أكثر من ذلك يعني محمد قام كده ده إحباط صراح ده إحباط ما هو دي الحقيقة المرة دي الحقيقة المرة ما في هل ده الكلام ده علمي يا دكتور زغلول النجار الماء لا ينجس شيء تقدر تطلع تتكلم عن هذه الأحاديث الصحيحة أن كلام محمد خطأ وأن هذا الماء لا يمكن بأي حال من الأحوال لا على المستوى الشرعي ولا على المستوى الطبي الصحي الصحي أنه هو نظيف نعم بأي حال من الأحوال أنت بتقول الجنب يجب أن يكون في طهارة للجنابة طيب ده أصلا ما يعني فيه جنابة وفيه اللي رحض فيه البلاوي كلها فأنت على أي أساس هتطلع تتكلم أنه ده حديث صحيح طبيا وشرعيا ده اللي بيعرفوه الشيوخ وما لا يعرفه المسلم لكن أنت لسه عندك مفاجأتين في هذا الأمر طيب ليك وللأحباء المسلمين المفاجأة الأولى أن محمد يتوضأ من بئر بضاعة واستنكار الصحابة يعني الصحابة بيستنكروا ومش بس أنه هم يتوضأوا لا حتى على مستوى نظافة محمد الشخصية هم بيستنكروا هل هذا الكلام موجود في أمهات مراجعكم خلينا أذكر لك المراجع الراوي أبو سعيد الخدري المحدس الألباني في صحيح النسائي شعيب الأرنقوت في تخريج المسند شعيب الأرنقوت عفوا دي مدبلة في تخريج المسند الإمام أحمد في خلاصة البدر المنير ابن تيمية في مجموعة الفتاوى حجة الإسلام يحيى ابن معين أو معين وجدتها بالفتح والضم في خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الفتح الكبير كلهم خلاصة حكم هؤلاء المحدسين صحيح لكن أنا هنا عملت مراجع بشكل آخر لأن الكلام يخص محمد فذهبت إلى حديث رواه سهل نفس هذا الأمر ابن سعد الساعدي وحدث به ابن الملقن الشافعي ده واحد من الفرق الأربعة شافعي في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج خلاصة حكم المحدس صحيح أو حسن و حدث به القاضي ابن القطان وده مالكي فرقة ثانية في الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام وخلاصة حكم المحدس صحيح ثم بدر الدين العيني وهو حنفي في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار وخلاصة حكم المحدس حسن لما عندناها نحن في فقه قام على الأحاديث طبعا ده كلام ما عليه وغبار عندك شافع عندك مالكي عندك حنفي ما فيه وغبار ولو دورت حلاقي برضو حنبل نعم شوفي هنا مفاجأة الصحابة وكأنه نزل متفاجئين لأن السؤال سؤال استنكاري مررت بالنبي وهو يتوضأ من بئر بضاعة يعني هو شاف فقلت أتتوضأ منها هل برر سؤاله برر وهي يطرح فيها ما يكره من النتا وفي حديث آخر قالوا يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس ما يخرجه الناس والمحايد والخبث فقال رسول الله الماء لا ينجسه شيء بكل بساطة أتحدى مسلم يتوضأ من ماء هكذا اليوم ألا طبعا أتحدى مسلم اليوم أنه يتوضأ من ماء فيه كل هذه الأمور دي سنة دي سنة المفروض هم ما يكسروا هاش ده صح المفروض لما تيجي تتوضأ تشوف مكان زي كده عشان دي سنة سنة الرسول ما تكسرها ما تدور على ماء مياه معدنية ومياه نقية ومياه لا رسوله هو يتوضأ من بئر بضاعة يعني هنا إذا كانت وضوء شرعي ديني أو وضوء صحي طبي كارثة في كل هذه الأحوال كانت المفاجأة المفاجأة الأولى ليس فقط الصحابة ولكن رسول الإسلام نفسه يتوضأ من بئر بضاعة والناس مستنكرين أصلا ليه الاستنكار الاستنكار معناه هم شايفين أن هذا الماء نتن عفل لا يصح وإلا لما كانوا سألوا بهذه الطريقة طيب وده بدل برضو أنه في ناس أنظف من محمد طبعا يعني حتى في المسلمين أيوة في الصحابة في الصحابة أيوة هم أنظف منه أنا عندي الدليل أنه في ناس أنظف منه وسأقدمه الآن طيب وهي يعني سأقدم المفاجأة الثانية في هذا الأمر ولكن سأقدم الدليل أنه في ناس أنظف منه في عصره في بيئته في مكانه ما إحنا شفنا من شوية طبعا اللهم أهل قباء خلاص دول أنظف منه ده بشهادة قرآن يعني مش أي حاجة خلاص شفنا دول دول عشان كمان اليهود طيب تعلموا من اليهود تعلموا من اليهود يعني أيوة مصدرهم اليهود لكن الصحابة هنا دي فترة بالضبط دي فترة أي إنسان طبيعي لا محتاج للدين ولا تعليم ولا أي شيء نعم ده مأنت نعم ما أنت عارف بيحتوي عليه صحيح طبعا إذا المفاجأة الكبرى طيب ناخد المفاجأة محمد كان يشرب من بئر بضعة لا 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 صدقين لا 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 دي حقيقة وخليني أجب لك مراجع وأبدأ بمرجع حديث وبعدين أرجع لأمهات الكتب طب إحنا بنستنكر الوضوء مش كده من البيئ مش أنا قلت لك ما هو أسوأ يعني مش بس وضوء الصحابة مش بس وضوء محمد لا هو بيشرب ويأتي المسلم ويتكلم عن النظافة وبيكلم مين أهل الكتاب عن النظافة لا أنت ما تتكلم معه لا مع أهل الكتاب ولا مع غيره النظافة ده أمر شخصي لا يتعلق لا بدين ولا بفئة ولا بناس وزي ما قلت لك هناك بشر على هذه الأرض لا يعني يعني مصنفين أنهم لا دين لهم نظاف وحلوين وكويسين وبلادهم راقية جدا بلاش عن جهية على الناس وبلاش تفتحوا مواضيع هي عليكم وضدكم والكلام للشيخ عبد الله بدر تحديدا لأنه هذه عن جهية وأنت تعرف أن رسولك كان يشرب من هذه البئر في وجود هذه الأحاديث من العار أنك تتكلم عن أي نظافة في الإسلام هو دلوقتي المسلم المفروض يعني ما يروحش لأي حد يتكلم عن النظافة يروح لمحمد على طول خلاص أنت بتروح للناس تقول لهم الإسلام نظيف أو أنتوا مش نظاف لا روح لمحمد الأول تكلم وقول له ده يا عزيزتي هو الواحد لما يشير شوية مياه يخسل إيده ووشه ويديه وأقدامه هي دي النظافة هي دي النظافة مش نظافة والشيوخ يقولون هذه ليس لها علاقة بالنظافة لأنك أنت تأخذ حمام وتطلع أنظف يبقى ده أنت عندك مجرد حكم شرعي لا علاقة له بالنظافة فعلى أي أساس بتتكلم معنا عن النظافة أنك بتنظف نفسك طبعا بتنظف نفسك النظافة أرقى من كده بكثير وليس اليدين والوجه والقدمين هي الجسد لا ده حتى الاستنجاء أنت تعلمت من اليهود طيب ما هو بتوضى خمس مرات محمد وبيشرب من بئر بضاعة وبتوضى من بئر بضاعة ممكن وبتوضى منه ما هو يعني ده هي النظافة ما هو من بيقولوله أتتوضى من البئر وفيها النتن وفيها طيب يعني أنت خمس مرات بتتوضى من بئر بضاعة وبتشرب منها وبعدين نظافة ده ده التناقض اللي عايش فيه محمد وورسه للأحباء المسلمين بس خليني أبدأ بكتاب حديث لم يستنكر الأمر وأنا استغربت هذا الكتاب هو لنزار أبازة اسم الكتاب في مدينة الرسول وكان بيتكلم عن هذه المدينة في أمور كثيرة الحالة الاجتماعية وهو تكلم عن المياه فأنا ذهبت إلى موضوع المياه وهو بيتكلم عنها في صفحة 61 للي حبي يرجع قال كانت مدينة الرسول تستهل بها مياه الأمطار في سقي أرضها الخصبة إلى جانب الينابيع وعيون عدة وأبار متفرقة وقد أمر رسول الله أن يشن عليه في مرض موته ماء من سبع أبار مختلفة ومن أغزر أبارها بئر روما في وادي العقيق المبارك وكانت لرجل أغفار وقيل ليهودي واشتهرت بئر حاء في قبلة المسجد ومن مشهور أبار المدينة بئر بضاعة وهي التي كان يستقى منها لرسول الله غالبا إلى آخر الأبار ومنها بئر السقية إلى آخر أنا يهمني بئر بضاعة دي التي بشهادة المراجع الإسلامية كانت هي البئر التي يستقى لرسول الله منها غالبا طيب وانت في هذا العصر الحديث يا سيد نذار أبازة يعني ما سألت نفسك كيف الرسول بيشرب من هذه البئر لكن على كل الرجل لم يأتي بشيء من عنده يعني الرجل رجع إلى المراجع الإسلامية فخلينا نرجع إلى المراجع الصحيحة التي قالت أن رسول الإسلام كان يشرب من هذه البئر النتنة العافنة التي فيها كل هذه الأمور لا تتكلموا عن النظافة وعندكم هذه الأمور هذا أمر مخجل بصراحة حديث رواه أبو سعيد الخدري حدث به شعيب الأرنقود في تخريج سنن أبي داود وفي تخريج المسند خلاصة حكم المحدث صحيح شوف الاستغراب قيل لرسول الله يا رسول الله كيف يستقى لك من بئر بضاعة؟ كيف؟ وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس يعني ما يخرجه الناس نعم التبرير فقال رسول الله إن الماء طهور لا ينجسه شيء كذب الناس فهمه والرسول مش فاهم نعم الصحابة فهمينه بيقولوله إزاي أنت بتعمل كده وهو يقول له الماء طهور لا ينجسه شيء طبعا المستوى الصحيح أنت لو عايز تتكلم شرعيا شرعا غلط لأنه دا كله نجاسة ماء نجس فيه الجنابة فيه الحيض فيه كل شيء يعني أنت بتقول له متوضأ واتطهر من الحيض ومن الجنابة وانت بتستخدم الماء اللي فيه جنابة وحيد عشان تتطهر به يعني اعقلوها يا مسلمين اعقلوها نعم أنا ذكرت لك منذ قليل أن أنا عندي الدليل أنه فيه ناس أنظف منه صحيح نعم ضربة القاضية بقى في هذا الأمر هذه هي مفاجأة الشرب من بئر بضاعة بين النساء ومحمد طيب مفارقة هذا الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي حدث به البيهق في السنن الكبرى خلاصة حكم المحدث إسناد حسن موصول يقول دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال لو إني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك نساء في عصر محمد في وقت محمد مسلمات بيدخل عليهم الشخص المسلم بيقولهم لو أنا جيبت لكم مية من بئر بضاعة أنتوا هتكرهوا كده طبعا اسمع باقي الحديث أي إنسان عاجل أي إنسان نظيف أي إنسان نظيف نعم اسمع باقي الحديث وقد ويحلف سقيت رسول الله بيدي منها يعني أنت بتستنكر من ناحية وفي نفس الوقت تقول للنساء أنتوا أنا لو سجدكم من بئر بضاعة عشان عارفين البلاو اللي فيها نعم هتكرهوا كده لكن ويحلف أنا بإيدي سقيت رسول الله منها واضح أحبائي المسلمين أن البئر يعوفها بيعوفوها الناس الأحاديث بتشهد بكده موقف الصحابة في السؤال عن الوضوء في الأول وعن وضوء الرسول كله استنكر وعن شرب الرسول والآن النساء ما عايزين يشربوا عشان ما تقول لي دي بيقتو دي مجتمع هو في نساء في مجتمع ونضافي يا أخي ما هبشربوا من بئر بضاعة فواضح أن الأمر معروف ومنتشر أنها بئر النتينة عفنة لأن مياهها تجمع كل هذه القزورات التي تتكلم عنها الأحاديث ومع ذلك توضأ بها محمد وشرب منها محمد في حين أنه في ناس في بئته لا يشربوا من بئر بضاعة والآخرين مستغربين وهو بيشرب ويقولون كيف يستنكرون على محمد شربه من بئر بضاعة وبيجي يتكلم على اليهود نا أو الشيخ عبد الله بدر أو غير ويقول لك المسيحيين نا فين إيه نا تتعلمت أصلا النظافة من فين تعلمتها من أهل الكتاب أنا بتكلم هنا عن الطهارة الشرعية النظافة مش محتاج أنت حد يعلمها لك يؤم بتعلمها لابنها من وهو طفل صغير فإذن اللي بتكلم عن أفنية اليهود إنها قزرة ما تتشبهوا بيهم بس شوفوني أنا بعمله أنا الكويس وأنا النظيف وأنا الحل وبشرة من بئر بضاعة ويأتي شخص مملوء كراهية من بعده عشان يستمر في تشويه الآخرين أعتقد بعد هذه الأحاديث الصحيحة من العار أن يأتي شخص مسلم ويتكلم عن النظافة وهو يعتقد أن محمد قدوته من يعتقد أن محمد قدوته لا يتكلم عن النظافة النظافة الجسدية ناهيك عن النظافة الشرعية ده أمر آخر ثم بئر بضاعة هل كلام محمد له أي علاقة بالعلم أن الماء الطهور لا يتنجس طيب ماذا عن الأمراض اللي في اللي بيتكلم عن أفنية اليهود لا تتشبه طيب ماذا عن الأمراض التي في هذا الماء ماء فيه جسس هذا أبسط شيء صحيح جسس كلاب بكتيريا وفيروسات وحاجات كثيرة ورأس بشر ناه فهل هذا لأن النظافة عن محمد مجرد تقليد لليهود وهو لا يعرف إيه هي النظافة وهو كان بس بيأخذ ويقلد لأن لو كانت أساسا في طبيعته لكره هذا الأمر على الإطلاق نعم يعني لو كان رفض كانوا الأحباء المسلمين كان زغلول النجار نفسه كان طلعوا عملها يعني إعجاز علمي مفيش بعد كده وتنبأ عن البكتيريا وعن الفيروسات وعن الميكروبات وعن كل حاجة طبعا كان إعجاز نبوي يعرفوها شيوخك الذين يخفون هذه الأمور لأنهم يعتبرونها فتنة للأمة مفاجأة محمد يتوضأ ويستحم بماء الجنابة يعني مثلا زي كده يعني زي طشتي مثلا واحد يغتسل من الجنابة يعني كان مع آسف في التعبير كان مع زوجته أو زوجة كانت مع زوجها وتروح تستحم في طشت الماء اللي في الطشت دي شرع النجسة لذا ده ماء للتطهير من النجاسة نعم ده أمر شرع المفروض في الإسلام فمحمد كان بيأخذ هذا الماء يتوضأ به أو يستحم به ويقول لك ده نظافة كان نظيفا ما فيش بعد كده ويطلع الشيخ ويعلم الوضوء وأنه شوف الوضوء ده نظافة إزاي الوضوء لا علاقة له بالنظافة النظافة أفضل وأرقى من ذلك ده كثير خلينا أدخل للحديث أمهات الكتب حديث رواه عبد الله بن عباس حبر الأمة حدث به الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رجال وثقات حدث به بن جرير الطبري في مسند ابن عباس حدث به شعيب الأرنقوت في تخريج صحيح بن حبان حدث به ابن حبان في صحيح بن حبان حدث به أحمد شاكر في مسند أحمد حدث به الألباني في إرواء الغليل وفي صحيح بن ماجة وكل هؤلاء خلاصة حكمهم على الحديث أنه صحيح ندخل للحديث بقى ندخل للحديث أن امرأة من أزواج النبي واحدة من زوجات محمد اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي أو اغتسل بفضله يعني الماء اللي هي اغتسلت به من الجنابة هذا الماء المستعمل نعم راحت هي هو توضأ منه أو اغتسل راحت بتنبهه يمكن مشو أخد باله فذكرت ذلك له خلي بالك أنت بتعمل ايه ده ما أنا يعني اغتسلت من الجنابة فقال إن الماء لا ينجسه شيء طب هو فيه النجاس ازاي لا ينجسه شيء مش ده تطهر من الجنابة يعني بكل المقاييس هناك أمر يعني خطأ في هذا التصنيف للماء من قبل محمد أمر آخر أنتقل إلى درجة أخرى هنا توضأ واغتسل حديث رواه عبد الله بن عباس حدث بي أحمد شاكل في مسند أحمد خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح أن امرأة من نساء النبي استحمت من جنابة استحمت هنا بقى يعني تطهرت من الجنابة واستحمت فجاء النبي يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال رسول الله إن الماء لا ينجسه شيء إزاي الماء لا ينجسه شيء الماء يتنجس إذن يمكن لمحمد تحت قاعدة أن الماء لا ينجسه شيء يمكن أن يشرب من هذا الماء هو إيه ما الاختلاف صحيح بين هذا الماء صحيح والأسوأ منه بإربضاء بالضبط كده بالضبط إذا كان تحت هذا البند رسولكم رسول الإسلام محمد يقول أن الماء لا ينجسه شيء تحت هذه القاعدة يمكن أن يشرب من ماء التطهير من الجنابة وهو قد دامكم إذا كان شرب من ما هو أسوأ فيه النتن وفيه وفيه فيه اللي هو بئر بضعة وأنا سأقرأ بعد قليل جزئية وذكريني ببئر بضعة ووصول الماء لها ده شيء مهم جدا طيب لو نسيته عشان أذكره يعني إذا تحت هذه القاعدة يمكن أن يشرب من هذا الماء من أي ماء تحت بند تحت بند أي ماء الماء طهور لا ينجسه شيء كيف لمسلم أن يواجه أي مجتمع ويتكلم عن النظافة وعند هذا الكم الذي قاله وعلم به محمد أعتقد من الصعب صحيح لأنه أنا لا أجد مسلم اليوم يستطيع أن يفعل ما فعله محمد لا أجد مسلم يمكن أن يتوضأ أو يستحم بما استحمت فيه زوجته وتطهرت من الجنابة صعب لأنه بفترة هو نظيف نعم فما الذي كان يجري مع محمد صراحة يعني لا تتكلم عن النظافة فالنظافة غير هذه الأمور تماما يعني يعني حتى لو قلنا يعني البيئة نفسها بيئة مش نظيفة التي تواجد فيها محمد تربى على كده لكن برضو في نفس البيئة أنت عندك صحابة استنكروا دي عندك النساء هيكره ويشربوا من بقر بضعة فيعني حتى لو قلنا البيئة مش هتخدم محمد في حاجة يعني مش هيقول أنا تربيت على كده وخلاص أنا يعني المأطهور وأنا تربيت على كده طب ما أنت عندك ناس تربت معك في نفس البيئة بالضبط ليه يرفضوا ليه يستنكروا ليه يكرهوا طيب أنا عايزة معلش هطلع معك كده حتة للقرآن في موضوع تاني بس عشان الأحباء المسلمين اللي هيقول لك دي أحاديث ويهوديات ممكن وإلى آخر الكلام اللي احنا بنسمع الوضوء شريعة الوضوء لما مفيش مية بيعملوا إيه يعني أمرهم بإيه استخدموا التراب يتيمموا صح تيمموا صعيدا طيبا حسب ما أنا أتذكر طيب التراب ده نظيف هل ممكن نسمي أنه التراب نظيف التراب ممكن عد عليه بده مؤاخذ يعني كلب تبول عليه عمل حاجات تانية يعني قطط الناس بتمشي بأحزيتها يعني كل ما حتى هناك في الجزيرة العربية التبول والدواب في كل حتة وكل حاجة يعني إذن التراب نفسه مش نظيف عشان أنت خلاص مفيش مية طيب إحنا نروح للتراب إذن حتى القرآن كاتب القرآن اللي هو إحنا بناء يعني هو محمد مفيش غيره بيسلك نفس السلوك يعني أنت هنا الماء طيب هو مش نظيف مش ما فيش حاجة بتنجسه ورحت هنا لما ما فيش مية طيب لشيء أسوأ منه يعني الماء اللي ما فيش شيء بينجسه رحت لشيء متنجس وسمحت به يلا تيمموا واستخدموا التراب يعني اللي أنا عايزة أوصله إنه مش عشان دق حديث يبقى محمد في ناحية تانية هو نظيف ده القرآن نفسه بيوجهك للشيء اللي مش نظيف إنك أنت تتوضأ به صحيح أتفق معاك تماما لأنه لا يمكن أنه التراب يطهر إنسان نعم تراب يطهر إنسان يأخذ التراب ويدعك بيوشه ويدعك بييدية ورجله يقول لك أنا بقي الطاهر نعم شرعان نعم طهارة شرعية على أي أساس هو التراب حيطهرك شرعان فدي كلها أشياء أتفق معاك تماما إنها في النهاية تصب في عقلية واحدة صحيح أو نتجت منها عقلية واحدة صحيح يا عقلية رسول الإسلام فما يقولوش إنه ده أحاديث لأن القرآن تتكلم للقرآنين مثلا لكن المسلمين العاديين وميعترفوا بهذه الحديث طبعا طبعا سأنا كنت عايز طالما دخلنا هنا قبل أن أقرأ تفسير الحديث ده بتاع اغتسلت واستحمى هو من المأدى تفسيره في الدرر أنا عايز أتكلم عن بئر بضاعة لأنه بئر بضاعة هما يعني التفسير أنه ما كان المطر بينزل وبينتقل عن طريق جداول فهذه الجداول فيها الكلاب الميتة والحير وكل ده يصبوا في البير وكأنهم يحللون الأمر طبعا في النهاية باعترافكم أنه البير دي مش مجرد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة برمية دي لما بلاو الدنيا كلها مطر جاي صف البير جاي بالخيران جاي بالخير كله يعني وصابوا هل ده حيطهر الماء يعني هم بحاول يخرجوا من الأمر كيف وحتى وإن كان صحيحا أنه ده أصلا البير دي هي تجميع أصلا مية مطر مية مطر أنا تربيت في مكان فيه نفس هذا الكلام كان بس إحنا بنسميها فولة فولة يعني مكان يجمع الماء نعم وكان الماء يأتي ماء المطر في الخريف ويملأ هذه الفولة جايب معه كل المشاكل وكمية القزارة والنتانة اللي كانت في هذا الماء إحنا ما كنا بنلمسه بأصابعنا لأنه شايفينه وكم الضفاضع اللي كان بتتوالد فيه لذلك أمر نجس نتانة معروفة لكن كيف يشرب منها هذا أمر فعلا يعني يندى له الجريم بصلاحة يعني إحنا بنشوف فيه كمان الناس اللي هم بيحبوا يتجولوا كده في البلاد ويسافروا من مكان لمكان على رجليهم أو على أي دابة مثلا أو حاجة وبنشوف لما بيحتاجوا للمية وبيلقوا مكان فيه مية فيه حشرات صح اللي بيحصل تصفية وبيغلوا المية لأنه ما فيش قدامه غير ده صح يا دا ييموت فبيعمل حاجة بيصف المية مزبوط يعني أنا أعتقد الثقافة دي موجودة في كل العالم صحيح يعني ثقافة أنك تصفي الشيء اللي أنت رايح تشربه يعني مزبوط فأنا مش هعرف الصراحة أي دا على كل وإحنا بنتناول موضوع النظافة ما قرأناه الآن عن رسول الإسلام بأي شكل من الأشكال هو عكس النظافة مش بعيد لا لا هو عكس يعني الشيء اللي غير نظيف هو اللي بيعمله دلوقتي شوفناه بيستحمى بماء نه الجنابة نه فأنا رجعت عشان أشوف التبرير بقى في الدرر الثانية طي الدرر الثانية دون ناس معاصرين معنا يعني فقالوا كان النبي نعم المعلم والمربي لأمته وقد يسر على أمته وعلمهم بالقول والفعل أمور دينهم بالقول والفعل ومن ذلك أمور الطهارة وما يتعلق بها وما الماء الذي يصح التطهر به وما الذي لا يصح به هو بعد كده ممكن يكون في ماء يصح أو لا يصح بالأصح يعني وتطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامعة طيب فتوضأ النبي بفضلها أي بفضل الماء المستعمل في الغسل يعني الماء اللي هي استعملته نه الماء اللي نزل منها نه لأخذ العرق بتاعها والوساخة بدون مؤاخذ اللي في الجسد كل إنسان جسده يتسخ والجنابة بالذات البيئة اللي هناك طبعا كلها رمل وتراب بيئة سخنة صحيح وعرق وغير نعم نعم فأخذ كل ذه ونزل به في الماء شكل الماء دي إيه أخذه واستحمى بيها فذكرت ذلك له نبهته يعني أي فأخبرته زوجته بأنه فضل ماء مستعمل في الغسل من جنابه فقال النبي إن الماء لا ينجسه شيء أي لا يجعله شيء من استعمال الجنب أو مخالطته أو غير ذلك نجسا فكروا في الكلام دا يا مسلمين وهذا العموم والإطلاق في عدم نجاسة الماء مقيد بالإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إيه بقى الطعم اللون أو الريح ينجس ينجس عفوا يعني الماء طعمه ولونه وريحته طب دا الثلاثة في الماء بتاعه بئر بضاع بئر بضاع أنت لا شمين ريحة يعني الرسول لك أن شمي ريحة ولا كان فيها شايفين لون ولا كان طعم متغير وفيها كل البلاودي وعادي الناس تشرب ومتى كان يجب على الرسول الأشرف والأطهر والأنقى والأفضل وكل الكلمات المترادفة يشعر أنه دا ماء غير طبيعي وهو عارف المشكلة أنه عارف أنه فيه كل البلاودي متى كان سيتغير اللون يعني من الذي يضاف إليه يعني جسس فيه نتن فيه آسف يعني بواقع حيض النساء فيه براز فيه ماذا نضيف عليه حتى يحس رسول الإسلام أنه الماء دا طعمه متغير ريحته مش كويسة نضيف عليه ايه تاني يا مسلمين استفيقوا لو سمحتوا كل دا أمور أنت بتبلعه ما تبلعهاش بعد النهاردة فكر فيها أن هذا الرجل لا علاقة له مش بالنبوة دي الوقت بأمور بسيطة نضافه وطهارة بنتكلم عنه سيبك من الأمور الأخرى فيها خبس فيها قزارة فيها أشياء كثيرة جدا نعم عايزة أشوف فيديو لواحد يتكلم عن الطهارة الشرعية وخلينا نشوف نقيص بئر وضاعة والاستحمام من الماء النجس دلوقتي والماء اللي فيه جنابة أنا ما عارف الجنابة تطهير تطهير من ماذا الاستنجاء تطهير من نجاسة طيب كل دا شربوا الرسول وتوضع به طيب إزاي بيتوضع بماء نجس مش الجنابة نجاسة يا شباب يا مسلمين خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى هل هناك في ارتباط ما بين الطهارة والنظافة خارج معنى التعبد شيخ؟ هو طبعا الطهارة الطهارة النظافة شرعية قد ينتنظف الإنسان بالمائعات الأخرى بأي شيء ولكن يبقى حكم هناك مرتب شرعا إنسان مثلا وحتى في النجاسة العادية إنسان مثلا يد عليها دم أو بول فأخذ منذيل ومسح لم يبقى شيء في الظاهر لكن بقى حكم هناك حكم لابد من الماء الله عز وجل قال إنسان من السماء ماء طهورا الله عز وجل جعل خاصية التطهير للماء صحيح فهذا الحكم هو طهارة شرعية هو نظافة نظافة معنوية أما النظافة بمعنىها العام تتحقق بالغسل الشرعي وبغيره إذا كان الماء مخلوط معه زيت أو معه صابون أو كذا فهو ينظف لكنه لا يطهر الطهارة الشرعية طيب هو بيقول أنه الماء جعل له هذه الخاصية نعم أي ماء الماء النجس المتعفن برضو غليه نفس الخاصية طيب التيمم ليس ماء الذي تذكرته من شوية نعم هذا تراب كيف يطهر فأنت دلوقتي يا شيخ تكلمت لو في واحد في إيده فيه نجاسة ومساحة لسه بيقى فيه تطهير شرعي نعم لأنه كان فيها نجاسة طيب جيب التطهير الشرع مفروض بماء إيه فيه نجاسة ولا ماء غير منجس طيب كيف ماء منجس تنظف به نجاسة قيسة يا شيخ ولا أنتو بس بتتكلموا فيه ماء كان يجب لكن ما شايفين الحاصل على كل إن دا فيديو بيوريكي إنه الشيخ ما بيتكلموا عن الحقيقة بتكلم عن المفروض نعمل إيه مفروض نعمل إيه طيب رسولك ما عامل كده وهل كان هو طاهر شرعاً الرسول لما يعني استحمى بماء فيه استنجاء أو إلى آخر أنا برضو لفت انتباهي إنه هو يعني اختار نوعين من التنجيس الدم والماء الدم والبول وإنه لو مسح بيفضل الحكم موجود طيب اللي توضى بيه ميت بير بضعة بير بضعة اللي فيها بول وفيها فضلات الإنسان وفيها وفيها دم وصيبك من الباقي يعني الحتتين اللي أنت تكلمت فيهم موجودين على الجسم الرسول ده اغتسل بيهم توضى وشه طب كيف يكون طاهر يبقى لسه لسه الحكم الشرعي هو ما عملهوش موجود بنجاسته يعني يعني بعدين عارفة لو مش عارف كان ممكن الموضوع حسب نيته هو ما يعرف ده كانت فرصة لهم طبعاً هما لكن قلوله ونبهو واستغربوا واستنكروا صح وهو توضى واستحمى وشرب نعم وبرر نعم أنا عايز أكون سريح شوية عشان عايز برضو أوصل لحتة طيب تفضل خمشة لمفاجأة أخرى وهي أكل محمد الطعام دون غسل يده وهو عائد من الغائط اللي بتكلم عن أفنية اليهود يعني يراح بدون مؤاخذة تبرز ورجع من البراز وانت عارف البراز محمد كان يستخدم الأحجار نعم أو بعد حتى أن تعلم الوضوء بالماء نعم نعم وهو راجعوا أكل معهم دون أن يغتسل نعم الحديث هو قدامكم أنا عايز أسبق الوقت دي المراجع أمامكم تستطيعوا أن تقرأوا وهي حتى على شرط الشيخين البخاري ومسلم صحيح أن النبي خرج من الخلاء كان بيقضي حاجته بيتبرز أنا آسف لازم أقولك إذا خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضى مش حتى تغتسل فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة طب ولم تأكل ما في مشكلة طب هنا طبعا في وضوء ووضوء الاثنين طيب إذا أنت بتتكلم عن الوضوء للصلاة طب ما في اغتسال الأكل وخاصة أنت جاي من جنابة عفوا جاي من استنجاء أنت جاي كنت بتتبرز وجاي ويتكلم عن نظافة نعم ويقول لك إحنا ناس نظاف نعم يعني أنت مخالف للأمر وبكل بساطة هو يعطي تعليم لكن لا يقوم بتنفيذ هذا التعليم المهم أنا وجدت هذا الحديث في مسلم ولفت نظري أنه وضع عدم غسل محمد ليده في كتاب الحيض صراحة لفت نظري أنا لأرحت عشان أشوف ليه هو حطاه في كتاب الحيض لقيته هو خالط مسلم أمور كثيرة من وضوء الرجال حاطته في كتاب الحيض إزاي ما عرفش لكن وأنا هناك أبحث عن السبب لفت نظري اسم الباب الذي فيه هذا الحديث فوجدته كالتالي آدي صحيح مسلم كتاب الحيض حطه في كتاب الحيض أن الندي قضى حاجة من الخلاء المهم قرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قيل له إنك لم توضى لم توضى قال ما أردته صلاة فأتوضى هنا بقى إيه اسم الباب جواز أكل المحدث اللي هو عمل يعني أخرج براز يعني جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراها في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور يعني مش دلوقت فلازم يغتسل يعني دلوقت الأكل أولى الأكل دلوقت وبعدين طب حتاكل بدون ما تغسل يديك وانت جاي من الغائط من البراز في إيه يا مسلمين في حد فيكم بعمل كده النهاردة لا يمكن لكن ده رسولكم سنة أفروض أنتم تقتدوا به بدل ما تنتقدوا في الآخر وأنتم مش عارفين البلاوة اللي عنديكم عايز أسترسل شوي في هذا الأمر أدل المراجع قدامكم عشان أسبق الوقت أن رسول الله تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء حديث رواه جابر صحيح كنا نأكل تمرا على ترس فمر النبي وقد جاء من الغائط فقلنا هلما فتقدم فأكل معنا من التمر ولم يمس ماء كي إذا أنت هنا ما لك علاقة بالنظافة ما تتكلم عن النظافة الراجل ما بيعرف بس الظاهر الوضوء للصلاة فأنا عايز أدخل لحتة بسرعة بيكسر آلف باء النظافة طيب أنا عايزة هنا حتة بسيطة يعني عايزة أسألك سؤال هنا محمد أخذ كتير من اليهود الحتة دي بالذات عدم الأكل من غير غسل إيدين معرفش أخذها من اليهود الصحابة أخذها مهم الصحابة بيقولوله بيقولوله غسل يديك تعالي أنا ما حصل لي عشان هو يعني إيه يعني الكلام بيحروفه يعني بياخده من اليهود واليهود لو هم راجعين من السوق أنا مش عارفة إنت حتى صح إن لم يغتسلوا وكان في حوار مع المسيح في الحتة دي لأنهم فاكرين اليهود إنه الغسيل بيطهر القلب والضمير المسيح قال لهم لا ليس كل ما يدخل للفم ينجس الإنسان النجاسة الروح والفكر نجاسة الروحية فهما مخدين لا تطهير روحي فالمسيح قال لهم لا أيو بس أنا الحتة اللي أنا يعني عايزة هم وهما راجعين من السوق يعني مش مش من الغائط من السوق صح لا يأكلوا إن لم يغتسلوا صح وده بيطالع من مكان غريب وعامل حاجة وبيروح يأكلوا عادي ونفيش أي مشكلة لو بينبهوا خلي بالي طب من اللي أنضف يا ست بينبهوا يعني مش مش واخد باله يا أخي يغتسل يعني يمكن هما قرفانين حتى عايثينك تيجي تأكل معانا بالشكل ده صحيح لا أنا ما هتصلي فلا تتكلم عن النظافة عزيز المسلم لا لا عار عندك أنت هذه الأحاديث عار كبير جدا المفروض بعد كده يتكلموا عن نظافة الصحابة مش نظافة محمد صح عايزة أروح لحاديث أسوأ يعني فضل لا لا أدى عكس النظافة يعني فأنا مسميه كده محمد يكسر كل نساء بغسل واحد صراحة أنت عنديكم مشاكل كثيرة جدا ما عليش سمحينا أنتقل بسرعة تفضل إلى مفاجأة محمد يدلك بصاقه بجلبابه هذه المراجع وفي البخاري وكل تمام أتانا رسول الله في مسجدنا وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون العرجون زي نبات عشبة كده عود في إيده ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه مين اللي فيكم عايز أن الله يعرض عنه في الصلاة إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه ده قدامك فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى يمكن هناك فيه شيطان ولا أين معرفش فإن عجلت به بادرة فليدفل بثوبه ثم هكذا وراهم بوريهم قدام ووضعه على فيه ثم ذلكه عشان تشوف الحديث أكثر هذه الحديث في ابن ماجا صحيح أن رسول الله بزق في ثوبه وفي الصلاة وهو في الصلاة ثم دلكه قاعد عمل كده وراح تدلك البصاق فيه يتوبوا واللي يلبسوا ما شاء الله دي نظافة ما في بعدك وده في الصلاة أنتم ما شايفين نفسكم يا مسلمين تناس قاعدين عايشين على أوهام بتبصوا للآخرين وكم الحقد اللي في الداخل هو اللي بيشتغل بس لما اللي عمله الرسول سيء جدا أعيز حتة وبعدين أترك لك المجال بالكامل حتة صغيرة لو سمحتيلي تفضل وهي أم حرام تفلي رأس محمد من القمل يعني القمل في كل الدراسات المعروفة عالميا أنه بسبب عدم النظافة نعم وكان القمل منتشر في جزيرة العرب في رأس الرسول وفي رأس الصحابة والرسول كان بيذهب إلى النساء يعني أم حرام دي عشان تفليله رأسه من إيه؟ من القمل وبيقول لك الرسول بتوضى خمس مرات إذا كان بتوضى من بئر بضاعة بصراحة يعني ده مش يجيب قمل ده معنافي كان بلاوي تاني غير القمل يعني بئر بضاعة دي مش تجيب قمل بالطريقة دي خمس مرات في اليوم بتوضى من البير دي ويشرب منها ده أكيد كان عنده يعني أمور كثيرة غير القمل بعد كده بتجي تبسط وقول اليهود والمسيحيين لا 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 خجلوا على أنفسكم هو بتكلم تحديدا مع الناس اللي هي بتعمل كده مش مع كل الأحباء المسلمين طيب صحيح البخاري كتاب الجهاد كان رسول الله يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه فدخل عليها رسول الله فأطعمته وجعل التفلي رأسه حتى دماغه كده على يعني مكان حجرها أو جنبها المهم وهي قاعدت ايه تفلي بتفلي ايه الجمل واحد بيخل الرأسه كل يوم بالماء مش أنتوا بتخللوا رأسكم بالماء أثناء الوضوء طب يعني الماء ده ما بينظف لأنه لو كان بينظف لما رأينا رأس الرسول فيها قن يمكن تقول لي ده المجتمع معاك بس الماء ما عمل شيء يبقى الوضوء ما عمل شيء يبقى أنت لما تجي تتكلم عن الوضوء ما تتكلم عن إنه نظافة للجسد لأنه ضعار عليك وعندك الرسول الرأس وفيه قمل تكلم عليه على إنه ده تطهير شرعي ده حسب معتقدك ونحن لا نؤمن بذلك الماء لا يطهر طهار أمر آخر ينظف نظافة لو كان ماء نظيف فهنا في جزيرة العرب إلى وقت قريب قبل يعني البترول وأن الناس تكون عايشة في راحة القمل كان منتشر وده مش كلامي ده كلام شيخ حنسمعه دلوقتي رجل شجاع الشيخ اللي حنسمعه دلوقتي واضح إنه إنسان طيب القلب لكنه شجاع بيعرف يتكلم بالحقيقة وأنا هنا مش جايبه عشان أتندر عليه لا أنا جايبه عشان ده حقيقة موجودة لازم المسلم يفهم إنه النظافة والشامبو والصابون ده كله جاي من غرب نعم أنت ما كنت بتعرفه ناس اللي أنت بتقول عليهم مش نظاف هم اللي جابوا لك كل وسائل النظافة هم اللي بلادهم نظيفة خلينا نسمع فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى يا أخي ترا كنا قبل ثلاثين سنة خمسين سنة ما نرقى صابون تغسلبة كنا وراغنا من اللي انت خابر أنا وبوك وجدك واش ننسوي ذلك الحين كنا طول عمرك قامل دب فينا صحيح صحيح الله تعالى لنا ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شي نكد ونشتغل ونتعب ومروحين الله تعالى من علينا الآن أنا بهني الشيخ على شجعته بصراحة بقول لك كان الجمل الدب في راسنا ده حقيقة مش بس من أيام ده من أيام الرسول وهناك أحاديث كثيرة صحيحة فيها كان الصحابة عنديهم جمل يعني في الرأس ما عندك فكرة المسلمين أنا شايف النهاردة بيستعملوا الشامبو والصابون منهم الشيخ وناس نظيفة فأنت النهاردة بتستخدم أمور النظافة النظافة الغربية المستجلبة من برا فما تتكلم على الناس اللي برا أنك أنت أنظف ما تتكلم على أهل الكتاب أنك أنت أنظف أنت ما أنظف ولا هم أنظف النظافة أمر شخصي ما تقارن نفسك بحد ما تتخلي نفسك فوق الآخرين أنك أنت نظيف وانت نظافة أمر شخصي بحد ما رأيناه عن رسول الإسلام في وضوئه وشرابه واستحمامه واستنجائه كلها أمور بصراحة مخزية للذي يعتبر محمد قدوته ويأخذ سنته منه أنا لسا عندي الكثير لكن أحابي بديك فرصة لو عنديك كيف أنا بس عايزة تعليق على الإسلام دين النظافة يعني ردا على المسلم طبعا اللي بيستخدم الشعار ده الإسلام دين النظافة الإسلام يعني مؤلفه بتعبيرنا إحنا بتعبيره بقى هو اللي جاب له الإسلام هو مش نظيف ولو محمد قدوة هيكون المسلم مش نظيف لو حيأخذوا سنة فالمسلم مش هيكون نظيف من فين الإسلام يكون دين النظافة بصي خلينا نحلل الكلمة دي الإسلام دين النظافة بأي معنى مثلا بمعنى إنك بتتوضى يعني طيب أثبتنا إن الوضوء ده ما مش نظافة واضح قدامك ولا شيوخك بيعتبروه نظافة ده بيعتبروه حكم شرعي طيب ما معناها الإسلام دين النظافة عشان بتعمل إيه طيب ده الوضوء خلصنا منه طلع برة تعني بتعمل إيه إنت ما هو الشيء اللي يخليك تقول الإسلام دين النظافة النظافة إحنا دلوقتي متكلم عن نظافة الجسد ونظافة المجتمع ونظافة المدن ده المفروض كده هل عندك شيء تقول الإسلام دين النظافة عشان كده عشان إيه يا عزيزي المسلم استفيق النظافة مش محتاجة دين أنا قلت وأقولها روح سافر اليابان وشوف اليابان ونظافته قطعة قطن نظيفة في كل شيء دون ناس لا عندهم كتاب ولا عندهم وحي بالمفهوم بتاعنا طيب النظافة دي محتاجة دين ونبي أهد النبي اللي قدامنا شوفنا هذا الوقت والبلاو اللي عمل رسول الإسلام ويكفي بصراحة أنه يشرب من بئر بضعة هذه كافية جدا كافية فبالتالي التحليل المسلم يجب أن يجلس مع نفسه والشجاع هو من يواجه نفسه بالمناسبة الشجاع مش اللي بواجه الآخرين الشجاع تبدأ بمواجهة النفس صحيح والذي ينتصر على نفسه أولا هذا هو الشجاع البطل ما معنى الإسلام دين نظافة وفكر فيها اعتبرها يا أخي هذه هي رسالة اليوم لماذا الإسلام دين نظافة عشان أنت محشو دماغك بشعار أجوف وهكذا كل شعارات الإسلام كلها عبارة عن شعارات جوفاء تدخل تحتها تلاقي لا شيء أسف ربما عندك أي شيء لا ما عندي حاجة أنا بس يعني أنت ذكرت الحتة دي من شوية أنه الأحباء المسلمين الأحياء اللي بيكونوا موجودين فيها في دول الغرب معلش مع احترامنا للجميع يعني بتبقى يعني أسوأ الأحياء أو واحدة من أسوأ الأحياء فهو الإسلام لهو نظيف المفروض أنت أولا مدينتك نفسها دولتك نفسها المفروض أنها تكون نظيفة أفنيتك أفنيتك تكون نظيفة وبعدين لما تطلع بره المفروض تكون أنظف من الكفار صح مش تكون أنت دخلت على مكان نظيف وأنت اللي وسخته يعني أنا أسفة في التعبير تبقى أنت اللي خليته مكان قزر بالمناسبة يعني إحنا لسه الموضوع ده فيه الكثير يعني يعني عندك براغيت وقمل في المسجد موجود عندك محمد يأمر صحابة بأنه يشربوا ماء بسقوا من وجهه من فمه موجود يعني معلش سامحني وإحنا خلاص بوقتنا خلاص براغيس في المسجد وساخة في المسجد ولسه شايفين يعني وساخة في الحائد بتاع المسجد هو بحقه ده المسجد ده المسجد بس تطهروا أفنيتكم عشان أفنيت اليهود أشكرك أنت نحاجم أشكرك طيب شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كتير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة